أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم أما بعد كنا قد بينا في المحاضرة السابقة قول الله تبارك وتعالى من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة هذه الآيات اللي قسمت الناس إلى فريقين فريق محبي العاجلة وهؤلاء الله عز وجل توعدهم بأنهم يصلون جهنم بالإضافة إلى الذنب والتحقير بالإضافة أيضا إلى الطرد والبعد عن رحمة الله تبارك وتعالى أما فريق الآخرة وهؤلاء الذين سعوا لها سعيها وكانوا مخلصين لله تبارك وتعالى في أداء ما أمرهم الله جل وعلا بالإضافة إلى أن الإيمان كان يتربع في قلوبهم بالإضافة أيضا إلى أن هذا العمل الذي قاموا به لم يكن إلا لوجه الله تبارك وتعالى بالإضافة إلى أن الله تبارك وتعالى بيّن أنه يعطي الدنيا للمؤمن والكافر وبعضهم قد يخسر الدنيا ويخسر الآخرة وهذا بيّن في قوله جل وعلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ثم بيّن أن التفضيل متى يكون في الآخرة ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل بعد هذا السياق جاء الخطاب من قبل الله تبارك وتعالى ليبين كيف يعمل الإنسان لتحصيل الآخرة فجاء قول الله تبارك وتعالى لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً ممكن تيجي تقرأ الآيات خلينا نسمع الآيات حتى إن شاء الله نكون مع تفسيرها تعال هاي الكتاب خلينا نسمع الآيات التي نحن إن شاء الله سنكون في صدى التفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيراً بصيراً طبعاً إحنا استمعنا لهذه الآيات اللي إحنا إن شاء الله رب العالمين رح نكون في صدد تفسير طبعاً قلنا بعد ما بيّن الله تبارك وتعالى فريقي الدنيا والآخرة في هذه الآيات يبين ويرغب في طلب الآخرة ويبين كيف السبيل إلى الفوز بالآخرة فيقول الله تبارك وتعالى لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً وفي هذه الآية نهي واضح عن اتخاذ مع الله تبارك وتعالى شريكاً له في العبادة إذن أول أمر يتم من قبل الإنسان حتى يحصِّل الدار الآخرة أن يعبد الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا كما أمر وأن لا يتخذ من دون الله تبارك وتعالى شريكاً هل المقصد من الآية إنه يعني الإنسان يتخذ صنم ويقوم له ويصليله فقط أم إنه بكل أشكال العبادة والطاعة إذن بكل أشكال العبادة لذلك قال الله تبارك وتعالى لا تجعل مع الله إلهاً آخر أي لا تجعل معه شريكاً في ألوهيته والإنسان لابد إذا أراد أن يتوجه يتوجه لله تبارك وتعالى ولا يطلب من أحد شيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فإن فعل الإنسان مثل هذه الأمور فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره لذلك الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وأيضاً النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عدي بن حاتم ويلبس صليباً من ذهب قال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن حتى بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام أنكم تتخذون من دون الله تبارك وتعالى أربابا هما الأحبار والرهبان فقال يا رسول الله ما عبدناهم ولكن كانوا إذا أحلوا لنا الحلال أحلوا لنا الحرام اتبعناهم وإذا حرموا علينا الحلال اتبعناهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادتكم إياهم إذا ليس المقصد بأن الإنسان لا تجعل مع الله إلهاً آخر أن يكون فقط صنم وإنما بكل أشكال العبادة وأيضاً حديث له ابن عباس يا غلام إن يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده آه إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اشتاقوا كل هذه الأمور تدخل في هذا القبيل بعد ما بيّن الله تبارك وتعالى هذا الأمر ذكر الركن الأعظم في الإيمان أتبعه بذكر شعائر الإيمان بعد ما قال الله لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموم مذموماً مخذولاً طبعاً الخذلان الهوى عدم النصرة وإحنا دائماً نقول نعوذ بالله من الخذلان فمن أشرك مع الله غيره فليتبع الذي أشرك به من دون الله لأنه سيخذله مش هيك؟ إذا كان الشيطان يوم القيامة يتبرأ من الإنسان ما كان لي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا لذلك هذا هو إيش؟ الخذلان ثم أعقب الله تبارك وتعالى بقوله وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا الأمر الأول وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا إذن بعد ما بيّن أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ من دون الله إلهاً بيّن له أن يتجه إلى الله تبارك وتعالى وحده فهو النافع وهو الضار وهو الذي يتصرف في الأمور وهو المعبود بحق ولابد أن يتوجه إليه الإنسان بكل أشكال العبادة وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الأمر الثاني العظيم الذي أعقب الله تبارك وتعالى ذكره بعد ذكر وجوب إفراده بالألوهية والعبودية هو بر الوالدين طبعاً لو أردنا أن نتكلم عن بر الوالدين كلام طويل جداً يكفي في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قارن طاعته بطاعتهما لذلك قال وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ فَقَرَنَ طَاعَةِ الْوَالِدَيْنِ بِطَاعَةِ إِلَّا عَزَّ وَجَلِ الآن ما هو السؤال؟ الله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى الوالدين ما السبب في ذلك؟ ليش؟ لماذا؟ ما السبب؟ إذن هناك أحسنت أمور كثيرة جداً تتوج هذه الأمور شفقت الوالدين على الولد هذا أول أمر شفقة الوالدين على الولد كم تعب من قبل الوالدين يقومان به من أجل راحة مين؟ راحة الولد لذلك وجب البر بهما من كثرة إشفاقهم على أبنائهم بل وربما يفنون أعمارهم من أجل راحة أبنائهم ثانياً أن الولد قطعة من الوالد لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فاطمة بضعة مني وهنا أيضاً لو لاحظنا القرآن الكريم ما نجد أن أوصل آباء بأبنائهم ما السبب في ذلك؟ أحسنت في كل الآيات الله عز وجل يأمر الأبناء ببر الآباء وأيضاً بعدم العقوق وما في آية فيها يأمر الله عز وجل بالإحسان إلى الأبناء إلا في آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثية في عرب ضنيوي قال لأن محبة الولد من الفطرة محبة الإنسان لولده هذا شيء موجود في جبلة الإنسان فطرته ما في داعي أن الله عز وجل يوصي بفلذة كبده شيك لأن هذا الأمر مجبول عليه بالفطرة لذلك كل الأمور التي تطرع على الولد هي التي تغير وتبين أو ربما يصل به الأمر إلى عقوق الوالدين ثالثاً أن الوالدين أنعمى على الإنسان أو على الولد وهو في غاية الضعف وحيث قام الوالدين بتربية الأبناء على أعينهم منذ أن كانوا أو منذ أن ظهروا إلى هذه الحياة الدنيا بالإضافة إلى وهم في أرحام أمهاتهم والأم كيف همها وشغلها الشاغل كيف تعتني بولدها حتى من ثم خرج إلى الحياة وبدأ أيضاً العطف يزداد شيئاً فشيئاً هذا الأمر لا بد أن يتذكر الإنسان هذا الجميل الذي أزداه الوالدين له ويقابله بالإحسان إليهما وقت الحاجة وهو عند كبره أو عند كبرهما لذلك قال الله تبارك وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ثم فصل الله عز وجل ما يجب به من الإحسان فقال إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا هَا كَرِيمًا إذن أول أمر لابد إذا وصل في فترة الحاجة إليك أن تُزدي هذا المعروف وخاصة وقت الكبر وقت الحاجة في هذا المقام لابد أن يأتي الإنسان بهذا الأمر وهو بر الوالدين على أكمل وجه سواء اجتمعا كليهما أم واحد منهما فلا تقل لهما أُف الفكرك لو فيه تعبير في القرآن أقل من أُف كان ذكر ما يعني إذا كلمة أُف ترتب عليها أمر فكيف بالنهر والضرب شدة أرميهم في دار المسنين ولا ضربهم ولا شتمهم ولا بقية الأمور اللي إحنا بنسمع فيها عافانا الله وإياكم جميعا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا قَوْلًا لَيِّنًا قَوْلًا لَطِيفًا استَرْضِهِمَا افعل مَا بِوِسْعِكَ أَنْ تُقَدِّمَهُ لَهُمَا شيك الأمر من قبل الله تبارك وتعالى إذا كان في القصص المعروفة أن الله أن عالم من العلماء أتى لأحد الأمر وبدأ ينصح حتى أغلض عليه في القول فقال يا هذا إن الله أرسل من هو خير منك لمن هو أشر مني لقد أرسل موسى إلى فرعون ولكن خاطبه بقوله فقول له قولاً إيش؟ لَيِّنًا إذا كان الله عز وجل أرسل موسى إلى فرعون وهو المتغطرس المتجبر وقال له قولاً له قولاً لَيِّنًا فكيف بالإنسان مع والديه اللي أصحاب النعمة وأصحاب الفضل وأصحاب وسبب إيجاد هذا الغلام فمن باب أولى يجب أن يكون وقولاً له قولاً لَيِّنًا ثم قال الله تبارك وتعالى وقل واخفض لهما جناح الذل أي تذلل واخفض واسمع وأطع وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة هذه النعمة اللي بتذكرها الإنسان وهذا الأمر اللي لابد أن يجعله دائماً نصب عينين كيف كان صغيراً لا يملك أو ليس له حول ولا قوة وكيف الجهد والبذل اللي قام بالوالدين من قبل هذا الأمر ثم قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً ما المقصد من هذه الآيات؟ شو معناها؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً ماذا تحمل هذه الآية من معاني؟ هذه الآية فيها وعد ووعيد وعد لمن؟ للصالحين ووعيد للعاصين بدليل أن الله تبارك وتعالى ذكر أجر الصالحين يعني معنى هذه الآية أن الله تبارك وتعالى مطلع على نياتكم ممكن إنسان يلهيه أمد هذه الحياة الدنيا ويمكن يغفل عن بر والديه ولكنه في قرارة نفسه يطمع إلى تقديم الأفضل قدر المستطاع لكن ربما يكون فقيراً ربما لا يستطيع أن يقوم بالأمر المطلوب أو الملقى على عاتقه هذه النوايا الحسنة ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين للأوابين يعني للتائبين غفوراً رحيمة لما ربنا بيقول إنه كان للأوابين غفوراً رحيمة والعاصين فيها وعيد لهم ولا ما فيها إذا كان في فضل للطائعين فلابد بمفهوم المخالفة أن يكون أيضاً على العكس أو على النقيض من ذلك هناك عقاب للعاصين فربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً إذا كان الإنسان همه وشغله الشاغل بر الوالدين بخلاف إنسان آخر همه وشغله أو عمله الذي يقوم به عقوق الوالدين ومعروف أن مر معنا أو سمعت كثير من الأحاديث يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثاً قالوا بلى قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين خلي بالنا من هذه الآية اللي ذكرناها ثم بعد أن أمر الله تبارك وتعالى ببر الوالدين أمر أيضاً بالبر والإحسان لأصناف أخرى وهم وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل آت ذا القرب وهو مين مين ذا القربة الأقارب ثم المسكين ثم ابن السبيل طبعاً الأقارب معروفين وإذا كان في حد الجوار بيّن أنه في ثلاث أنواع من الجيران جار مشرك وله حق الجوار وجار مسلم وله حق الجوار وحق الإسلام وجار مسلم ذوي قربة له ثلاث حقوق له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة هنا الله عز وجل يأمر بالإحسان إلى ذوي القربة وإحنا دائماً بنسمع بنقول لأقربون أو لا أو لا بالمعروف لذلك خير ما ينفقه الإنسان من مال على أهله وعلى ذوي قرابته لأن الإنسان إذا كان عنده فضل مال وزيادة فلابد أن يحسن إلى أقاربه وآت ذا القربة حقه حقه من إيش؟ من المال وإحنا معروف أن الله عز وجل أمرنا بالزكاة إن شاء الله عز وجل قال وفي حقهم وفي أموالهم حق معلوم وأيضاً في آيات خذ من أموالهم صدقة كل هذا الأمر يدلل على وجوب الزكاة وهذا الحق اللي يخرج الإنسان من هذا المال اللي الله عز وجل وضعه أمانة في أيدي الناس أولى الناس بها هم الأقارب ثم ابن السبيل ثم المسكين من هو المسكين؟ هو الذي يملك قوت يومه ولكنه لا يكفيه يملك قوت يومه ولكنه لا يكفيه ثم ابن السبيل وهو المسافر لغرض حسن المسافر واحد طلع يتعلم واحد طلع يتعالج مشيك وانقطعت به السبل هذا بنسميه ابن سبيل طب هل الإحسان فقط يكون بالمال؟ بكل الأعمال الحسنة من مال من حسن معاملة من صلة قرابة قد يش بكونوا أقاربك سواء بودوك أو ما بودوك وجب عليك أن تودهم وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من إن قطعته رحمه وصلها ما بعد فقط واصل والله إذا زارني بزوره راح لي بروح له لا هذا يعني مكافئ زيارة مقابل زيارة أما الواصل الحقيقي والقرب عند الله عز وجل يكون من إن تقطعه يصله جديش رحمك قاطعتك الأفضل أن تبادر أنت بزيارتها كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذن في هذه الآية فائدتها فيها إيش ترغيب بالبذل والعطاء وإنفاق المد لذلك لما رغب الله تبارك وتعالى بالبذل والعطاء بيّن الطريق التي تتبع في ذلك فقال الله جل وعلا وَلَا تُبَذِّرْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورَةَ لما قارن بين المبذِّر والشيطان شو الجامع بين الاثنين وكان الشيطان لربه كفورا شو علقت الإنسان بالشيطان في هذا المقام ألم يكفر الشيطان بنعمة الله تبارك وتعالى عليه كفر يعني قابل الإحسان بالإساءة وتمرَّت حتى ربنا قال لما أمره أن يسجد لآدم قال أنا خيرٌ منه وفي آية أسجد لمن خلقت طينه أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين طيب الإنسان المبذِّر هذه النعمة التي أنعمها الله تبارك وتعالى عليه وربنا أعطاء المال في هذا التبذير هذا أيضاً كفران لهذه النعمة لم يقابل الإحسان الذي أحسن الله تبارك وتعالى به عليه بصون هذه النعمة وإنفاقها في أوجهها الصحيحة وإنما قام بتبذير هذا المال وإصرافه في ربما كثير من الأمور المحرمة لذلك إن المبذِّرين كانوا إخوان الشياطين والله عز وجل بيَّن احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيِّض له شيطاناً فهو له قرين يعني هذا المبذِّر أشبه ما يكون صاحبه لهو من؟ الشيطان لأنه هو والمبذِّر كفر بالنعمة ولم يصونا هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم وأيضاً عندنا صفحة 87 السؤال نفسه بصيغة أخرى وفي ذكر وصف الشيطان بالكفران لما وصف الله الشيطان بالكفران دون ذكر سائر الأوصاف؟ لأن المبذِّر لما صرف نعم الله عليه في غير موضعها فقد كفر بها المبذِّر لما يُسرِف هذا المال في غير موضعه ومعروف أن المال يُسأل عنه كم سؤال سؤالين من أين اكتسبته وفيما فلما بذَّر هذا الإنسان المال في أوجه الفساد فقد كفر بهذه النعمة ولم يشكرها كما أن الشيطان كفر بنعم الله تبارك وتعالى عليك وإما تُعرِضنَّ عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً ما دام الخطاب عمّن الخطاب يستمر عن مين لما آت ذا القربى والمساكين وابن السبيل في هذه لا يقول وإما تُعرِضنَّ عنهم يعني أنت إذا لم تُعطِهم ولم تُنفِق عليهم ولم تُقَدِّم لهم وإما تُعرِضنَّ عنهم وأنت تستحي من أن ترد عليهم ليش لأنك في موضعٍ لا تستطيع أن تُؤدِّ فيه فقير محتاج وإما تُعرِضنَّ عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربك ترجوها لعلَّ وعسى ربنا يحسن هذا الحال لعلَّ وعسى ربنا يرزقنا حتى نُعطي ونبذل ونُعطي ذوي القربى والمساكين لكن الآن ما في باليد حيلة مش هيك إحنا بنقول فالله عز وجل أعلم بالنواي طب الآن إذا لم تجد المال ولم تُنفِق فأقل ما يُمكن أن تُقدِّم هو فقل لهم قولاً ميسوراً قل لهم قولاً كريماً قل لهم كلاماً طيباً تبسَّم في وجوههم لأن ابتسام المؤمن في وجه أخي إيش صدقة إذن فإن لم تجد وتُضمر إنه ربنا يُوسِّع هذا الحال ويُوسِّع في الرزق سأُعطي وسأبذل فإن لم تجد فأقل ما يُمكن أن تُقدِّم لهم قولاً ميسوراً ومثل ما مرت معنا القصة القبل قليل قد أرسل الله من هو خيرٌ منك لمن هو أشرٌ مني لو موسى إلى فرعون فخاطبه بقوله فقول له قولاً إيش لين فمن باب أولى أن يُقابل هذا الإنسان ذوي قرابته والمساكين وغيرهم بالكلام الطيب الجميل ثم بعد هذه الآيات أراد الله تبارك وتعالى أن يُبَيِّن الطريق المُثلى في إنفاق المال ما هي الطريق المُثلى في إنفاق المال؟ أو أذكر آية تُدلِّل على هذا الأمر لو أجدتك سؤال في الامتحان بهذا المعنى أذكر آية تُبَيِّن الطريق المُثلى في إنفاق المال يقول الله وَلَا تَجِعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا الطريق المُثلى ما تَقْبِضْ هَذَا الْمَالِ وَلَا تُنْفِقْ مِنْهُ شُحُّ وَبُخُلْ شَدِيدٌ وربما يصل بالبعض أن يكون بخيلاً حتى على أهله وفي المقابل ولا تبسطها كل البسط ما تفتح إيدك على الآخر وتبذِّر وفي الأخير فتقعد ملوماً محصورة بعد ما ينتهي هذا المال بتصير تقول يا ليت ويا حسرة يا ريتني خليت حاجة تنفعني هو فكركم الله عز وجل يأمرنا بإنفاق المال كله بالتأكيد لا يعني في حديث أظن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أتى قال أريد أن أتصدق بكل مالي قال لا قال بثلثي قال لا قال بنصفه قال لا قال بثلثه والثلث كثير وفي الحديث أن تترك مالاً لورثتك خير من أن تدعهم عال على الناس سبيلهم إشي ينفحهم أحسن من يجو بكرة يسأل هذا هذا يعطي وهذا يمنع لذلك نحن مأمورين بالاقتصاد في هذا المال بدون إصراف وبدون شح وبخل لابد أن يكون الإنسان متوسطاً لذلك قال النبي ما عال من اقتصد ما عال من اقتصد وهذا المعنى موجود في صفحة تمانية وتمانين ثم قال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيراً بصيراً إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيراً بصيراً بعد ما بيّن الله تبارك وتعالى الطريق المثلى في إنفاق المال بيّن أن الرزق مقدر من عند الله تبارك وتعالى فالله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يمسك وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء وهو الذي يقدر بقدر يريده الله تبارك وتعالى فهذا الأمر غير خاضع لشطارة البشر وإنما هو مقدر ما على الإنسان إلا أن يكون أميناً في استغلال هذا المال وما عليه إلا أن يتجه ليكسب هذا المال بأي طريق بطريق الحلال مش إحنا مر معانا حديث النبي عليه الصلاة والسلام نفث روح القدس في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته لذلك قال ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب وأيضاً يقول الشاعر لا تعجلن فإن الرزق ليس بالعجل الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكن الإنسان خلق من عجل وهذا من فضل الله على الناس فلو وكل الرزق بيد البشر كان كثير من الناس حرموا الرزق بسوء أفعالهم مع بعضهم بعض لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أنه يعطي الطائع ويعطي العاصي ويمنع الطائع ويمنع آن العاصي وهذا لحكمة لذلك قال الله إنه كان بعباده خبيراً بصيراً شو مدلول هذا التذييل؟ لو أجدك سؤال في الامتحان على هذا الأمار ما هو مدلول التذييل في قوله إنه كان أو ما معناه إنه كان بعباده خبيراً بصيراً خبير بما أعطاهم الله تبارك وتعالى خبير بأنه أعطى هذا ويعلم أنه سيفعل كذا وكذا في ماله فأعطاه الله ما يصلحه وحرم هذا ليصلحه شيك؟ مثل ما مرمى أنا طبل في الآيات السابقة وكلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء مين؟ من عطاء ربك فالله عز وجل خبير من الذي تصلحه السعة في الرزق ومن الذي تفسده ومن الذي تصلحه أو يصلحه الإقتار والضيق ومن الذي يفسده فهو البصير بتدبيرهم وسياستهم فلا يخفى على الله تبارك وتعالى خافية وكل شيء قدرناه بيش بقدر الله عز وجل ما أعطى إلا لحكمة وما منع إلا لحكمة وهو الذي يبلوكم في هذه الحياة حتى يألم الله تبارك وتعالى في الآية أيكم أحسن عملة فالمقدر من قبل الله عز وجل والإنسان يسعى في طلب الرزق أما الأمر فهو يخضع لإرادة الله جل وعلا وما عليه إلا أن ينفق هذا المال في سبيل الله تبارك وتعالى وفي إنفاقه في الأوجه الحلال وأيضا في إنفاقه على أهله ويدخر لهم منه هذا هو ديننا وشرعنا كما مر معنا في الآيات شرحا في أي سؤال؟ نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة بقية الآيات الموجودة في صفحة 82 تبارك وتعالى